احنا لما بنحل مشكلة البطالة ما هو اكيد حل مشكلة البطالة مالوش علاقة بانه الحكومة اللي جانبتها من الحكومة السابقة اللي كان من شأنها تبهدل الشعب انا متكلم على بمشكل منطقي يعني انه مشكلة البطالة مش مقصودة يعني المفروض انه مش هدف ان احنا نخيل ناس ما تشتغلش بس وفي نفس الوقت هو مفيش ميزانيات ومفيش تكاليف التغطي ده من اهداف المشروع ده ان كل المشاكل اللي بيعنيها المجتمع المصري وبيعنيها المواطن المصري في حياته اه سوية دي واخد بالك مش مش الحكومة اللي هتتحمله لان هي بصراحة فشلت في التحمل المسئلية والدليل واضح جدا في الشارع دي من الصوري معاش نعايز عرض الصورة دي من الصوري اللي هتبقى مفضلة دي صورة لموقع اسري يعني جامع اسري في الخلصية لا ده بزبالة مش موقع اسري اكيد بتشوفوا السياحة اه تمام فحجم العمالة هيبقى بمئات الالاف في المربعات السكنية اه في جميع التقصصات اه اه انا بخلي حل المشكلة المشاكل اللي بيعنيها المجتمع المصري مش على كاهل الحكومة لانها فشلت في ده طيب انا بخليها على كاهل المواطن المواطن بيشارك هو المواطن ناقس على كاهل ويدفع فلسين من ضمن مصادر التمويل احنا قلنا فيه جانب دعاء واعلاني وهتلاقي عبدالحضورسك صور للشكل الاعلانات على العمرات وفي الشوارع وهو لاخره اه ده طبعا هيتغير ده جانب كبير جدا للدخل المشروع حب نشوف السباكة المصرية؟ اه انا هقول لي سيادتك حاجة ده مشروع جميع تقريبا اغلب بنايات مصر بتعاني من هذا الموضوع النهاردة انا لو حبيت اعالج هذا الموضوع على مستوى الدولة هطلب قد ايه عمالة هيستوع بقد ايه كتير وهيستوع بقد ايه شغل مصانع وشغل تجاري ووو لاخره اه لما النهاردة عايز اغير وجه مصر الاسود للأسف ده الموجود وخلي فيه شكل تبقى المدينة فيها بهاء او فيها جمال معين ده هستوع بقد ديه عشان اغير ده احنا ما عندناش بطالة احنا عندنا بصراحة قزمة فكر في استخدام البطالة البطالة دي استخدمها في علاج المشاكل الموجودة احنا بنتكلم عن التمويل النهاردة الدولة وانا هتكلم في نقطة حساسة جدا الدولة بالصراحة بتحصل فلوس اللي هي بتوقف على فاتور الكهرباء علشان الزبالة هل فيه الخدمة دي بتقدمش نهائي ده اخلي اصلا سؤال تاني حدك عايز تعاين ناس تاني يتشتغل في الزبالة في حين احنا عندنا اللي بيشتغلوا في الزبالة فعليا اللي بيقضوا تسعين جنيه في الشهر ولا ميت جنيه موجودين وما اكثرهم ودلت كلهم شحاتين في الشوارع يعني انت نهاردة بنسمع المسؤولين يقول لك والله احنا عالكت مشكلة القمامة فان انا نشرت في الشارع سنضيق قمامة عضرتك هتلاقي صور سنضيق قمامة معروفة شكلها ايه طبعا واخد بل حضرتك فالنهاردة انت بتعالج مشكلة يعني من ضمن المشاكل اللي بيعالجها المشروع اللي هي القمامة بطريقة خطأ واخد بل حضرتك الشركات النظافة فشلت وده انا بقول من زنبها لزنب المحليات وزنب المحافظة اللي فشلت بجد وبتطلب مئات الملايين كمان علشان تقدي اعمالها وفي الاخر ما فيش خدمة بيحس بها المواطن الشوارع لازلت قذرة بشكل بشع يعني ولا يعبر عن وجود دموقراطية لو احنا قسمنا المربعات السكنية وجبنا عمالة زيادة اولا هنقلهم فلوس منين والناس اللي بتشتغل في الحاجات اللي اللي جاندي هتعملها يروخوا فين الناس اللي بقى بتشتغل الشغانات دي اصلر اللي هما بيعملها الشعر خشوا في العمل في مشروع بشكل ممنهج ومنظم لكن بالشكل اللي احنا شايفينه ده المواطن بيدفع مرتين او تلت مرات علشان يشيل قمامة وبرضو بيضطر ان هو ياخد قمامته ويرميها برضا مع كل ده يعني بيدفع على فاتورتك عربا بيدفع للزبال العادي اللي بيجي ده ومع ذلك بيشيل قمامة انا بطلت ادفع للزبال اللي بيجي بقت مشكلة عندها حضرتك اه صح لا انا بقوله انا هوجدلك فريق عمل داخل مربع السكني مكلف ان ياخد الزبالة مرتين في اليوم من السكن بتاعك او المحل بتاعك هتدفع مرة واحدة بس اللي هي بتضاف على فاتورتك رب انا مش عايز اكتر من كده طيب بس بساط النهاردة مثلا سمعنا ان في مثلا محافظة الجيزة طلعت قرار عبقار جدا انه عملوا تليفون معين وانه اتصل بيه علشان اللي عنده مخلفات ييجي اتصل بينا طبعا الموضوع فشل ليه لان تدفع خمسين جنيه مين هيتصل بيه كوالة تيجي ولا مش هتيجي خلينا واقعيين ده مش هيحصل برضو لازالة بنشوف عربيات الكارو بشايلة مخلفات وبترميها في الشارع في اي حتة في شارع عمومية وده بيحصل يعني واللي معترض على زالة اوريه له يعني اه اوريه بالفعل تعال يا حضرتك نشوف محافظة زي محافظة الجيزة خربانة والله تلات والله يوقاهرة طبعا انا عايز عايز وسيلة فعلا جزرية تحل المشاكل دي ازاي لو في حد عنده فكرة احسن من كده يقول لي علي لان انا النهاردة مش سايب الدنيا عيمة لا ده انا بحصر كل مشكلة واعرفها انا من ضمن المشروع مثلا النهاردة بسأل سؤال انا عايز اسأل سؤال ازاي هتوصل الدعم المستحقي اللي بيقولوا احنا هنوصل الدعم المستحقي هتوصله ازاي احنا اصلا المستحقي هتضبط الاسعار في السوق ازاي مفيش قليل ده هو كلام بيتقاله خلاص مفيش قليل تحديد مستحقي اصلا بالضبط انا بعين داخل المربع السكني مسؤول شؤون اجتماعية بقى اعرف كل وحدة سكنية ايه حالتها الاجتماعية وهل تحتاج دعم ولا لأ مسؤول للرقابة على الاسعار داخل المربع السكن ده بيعمل ايه حضرتك الهدف الهدف بتاعه انه هو ان انا بخلي الرقابة يعني حضرتك داخل المربع السكني ومعروف فريق العمل اللي مشغال فيه انا وكا مواطن عادي عارف الافراد اللي شغالين والمكلفين بأداء الخدم يبقى انا بنقل الرقابة من بقى من روح اشتك في الاسم واللعم المحضر ولا للجهة اللي بتاعه ما وحدش بيسأل عادة يعني لأ المواطن نفس هو اللي بيرائب على وده خليني يقول انه يعني ممكن اختلف انه المشروع ملوش علاقة بالضرورة بالبطالة هو الموضوع اللي راقب بانه احنا ازاي بنعمل قليات علشان حكومة تعرف تطبق سياسات لحل ما شكلنا بشكل عام يعني هو مش بالضرورة تابع البطالة وبالتالي سيتم القضاء على البطالة نهائيا وانا بقول لمدة خمسين سنة قدام دع الاقل يعني لو مشينا بهذا الشهر واحنا بنتكلم على الاحصائيات بس خلوني اقول الاحصائيات مين اللي عاملها ده الجهاز المركز انا اشك في هذا الرقم وانا اعتقد ان البطالة اكثر من ذلك بكسير انا هزود على شك حضرتك هو يقيني انه اصلا فيه ناس من اللي فعليا بيشتغلوا بياخدوا مرتباتهم وبرضو بطالة لانهما بيمنهمش دور برضو المشروع بيعالج هذا الموضوع البطالة المقنعة انه هارده فيه موظفين كتير في الاحياء بياخدوا فلوس قاعدين في المكاتب تعال انزل اشتغل اي نعم انا اسديت عنك سبيل الفساد او سبيل الرشاو ولا اخره اللي بوز مصر لانه دخلك في اطار منظومة متكاملة مش هتعرف تعمل تفالفست منها لا مش هتعرف في رقابة بجد يعني فهو ده ايه احكامل لاداء الخدمة علشان اقدر يعني انا زي مولة حضرتك مراقبة المواطن للمسؤول او الفريق العمل وفريق العمل بيراقب المواطن برضو لو خالف او اخدوا بلا حضرتك بس تمام يعني على كل الاحوال انا قبل ما قبل ما اقفل بس في حد دعم بدأ يتحمس من يدعم مشروب مدين حيك قول عرضته على دكتور علي السلمي بس هل فيه دكتور علي السلمي حولي بالدكتور محمد حسيني والدكتور حسن ابو سعدة ده خابر اقتصادي والناس دي كلها قالت بس محتاج فعلا دولة لان المهاردة انا لما بقول في مجالات يزي اليات عن الدولة انا بعتقد ان الدولة المتقدمة اكيد عندها اجيال شبيه قالت دي محتاجة فعلا الدولة بس لو تجهوا لهذا الكلام وهذا المنطق بتاع المشروع هيبقى ليه تأثير بالغ جدا الفلوس بقى فين الفلوس ايه ميلا هيدفع الفلوس فانا بقول لحضرتك المواطن هو هيدفع انا مش محتاج حاجة اتراني لا غير غير الفلوس الزبالة وكده بس برضو اكيد فيه تكاليف حالكي مثلا هممول تحمس حد رجل اعمال والله فيه رجال اعمال بس انا ايوة يعني الجدية بساعة التنفيذ بيخافوا قول لك لا هلاقي اعتراضات كتير وهلاقي حاجات كتير وستنى شوي طيب الفنان اشرف وعبي صاحب فكرة المشروع القومي لقضاء على البطالة بقى اشكر حداك شكرا جزينا على جودك معنا بالتوفيق ونفسنا اللقاء اللي جايبها نبقى بنشوف الحاجات وانا متحمس ان انا اقدم يعني تجربة عملية لو عايزين تجربة عملية ونقدمها ونشوف فاي مربع ساكن داخل مصر ان نقدمها طبعا وبلاش بقى يعني حضرتك بتشوف ايه الدعاية الانتخابية الدعاية الانتخابية مليانة اهداف وبنوت بس انا بقى لك مش هتتحقق صعب لان ما فيش الية انا بوجد لك الالية اللي هتشتغل بيها ببساطة شديدة جدا مناسبة محاك كلمت على الشكل الجمالي للعمارات ضمنيا انا شايف ان الدعاية الانتخابية دي اسوأ حاجة بتعمل قبح بي على فكرة انا معالج هذا المظور نحن نعيش قبح طول السنين كام الشهرين اللي جايين دون بالضبط مرسي جدا يا أستاذ اشرف على جوتك معنا شبرا جزيلا بعد الفاصل هيكون عندنا فقرة خاصة جدا عن جمعة الشوان او الاسم الحقيقي هو احمد الهوان وده لانه توفى من كام يوم فخلونا نتكلم عنه ومصر ما بتنساش ابطالها وما نقدرش ان احنا ما نتكلمش عن ابطالنا والحاجات الايجابية اللي حصلت في تاريخنا عقبال ما تحصل في حياتنا ان شاء الله سبع الفل